اهلا واسهلا بكم مشاهدين الكرام في جولتنا الصحفية لهذا اليوم من صحافة حول العالم تستمر الازمة الاوكرانية الروسية وما زال الملف الاوكراني يتصدر وعنوين صحف العربية والاجنبية نبدأ هذه الجولة من صحيفة القدس العربي وما ترجمت ونقلت عن صحيفة ديلي تيليغراف تقول الصحيفة بوتين حضر للعقوبات باطنان من ذهب السودان وعلاقته قوية مع حيمتي في التفاصيل نقرأ نشرت صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية تقريرا عده توم كلولينز قال فيه ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حضر للعقوبات الدولية باطنان من الذهب الافريقي ويقال ان السودان هي المصدر الرئيسي للذهب الى روسيا التي هربت مئات الاطنان من الذهب السوداني خلال السنوات الماضية كجزء من بناء روسيا القلعة ومنع تداعيات العقوبات التي قد تفرض عليها اذا غزت اوكرانيا طبعا بالفعل تم الغزو وجاء في التقرير ان الكرملين ضعف حجم الذهب الذي اودعه البنكو المركزي باربع مرات منذ عام الفين وعشرة بشكل ادى الى انشاء صندوق حرب عبر خليطا من الواردات الاجنبية والاحتياطي الكبير من الذهب المحلي باعتبار روسيا ثالث اكبر منتج للاحجار الكريمة في العالم واصبح لدى روسيا ذهب اكثر من الدولارات الامريكية لاول مرة منذ حزيران يونيو الفين وعشرين وتصل نسبة سبائك الذهب الى ثلاثة وعشرين بالمائة من الاحتياطي وارتفعت قيمتها الى ستمائة وثلاثين مليار دولار حتى الشهر الماضي اشتركوا في القناة